بسم الله الرحمن الرحيم وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نروح إنه كان عملا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا أجناء وعد أولا هما أبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجنسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددنا لكم بأموالهم وبنئنا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا الجهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للذي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتبنا لهم عذابا أليما ويبعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتي فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار منصرة لتمتهوا فضلا من ربكم ولتعلموا على ذا السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في علقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيا ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدديرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك لذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما يشاء نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلها مذنوبا مدحورا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلها مذنوبا مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيا وهو مؤمن فأولئك كان سعرهم مشكورا كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضينا لا تجعلنا الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جلاحا ذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأووابين غفورا وآدل القرمى حقا والمسكين وابن السمين ولا تبذل تبذيرا إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغنولة إلى علقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد بلوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقدنوا أولادكم خشية فإلا قل نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مغلوما ومن قتل مغلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرق في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشجدا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسكولا وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس ذك به علم إن السمع والمصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسكولا ولا تمشي في الأرض مرها إنك لن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفعصفاكم ربكم بالمنين واتخذ من الملائكة إلاخا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معناه آلهكم كما يقولون إذا لابتغوا إلى في العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون عروا كبيرا تسبح له السماوات 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 والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمله ونعك لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة بحجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفيه آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحدهم ولوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا إنفروا كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لببعثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسنا أن يكون قريبا يوم يدعنكم فتستجيبون بحمله وتظنون إن لمفتم إلا قريبا وقل لعبادي يقولوا الذي هي أحسن إن الشيطان ينزه بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشح يرحمكم أو إن يشح يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيما وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فطلنا بعض النبيين على بعضهم وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين زعلتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحوينا قل لذلك الذين يدعون يبتهون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ما قتم بصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أهاط بالناس وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيلهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجلوا إلا 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 الإنس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتمكن ثريته إلا قليلا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هرورا واستفسز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هرورا إن عبالي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في المحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في المحر لمن تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخصف لكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصما ثم لا تجدونكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدونكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا منه آدم وهملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقررون كتابهم ولا يظلمون فتينا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سديلا وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتني علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كد تتركن إليهم شيئا قليلا إذا لأبقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كانوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحوينا أقم الصلاة لذنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهبنا ومن الليل فذهجدني مأفلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زروقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمل على الإنسان أعرض ودأ بجانبه وإذا مسه الشرم كان يؤوسا قل كل إن يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدا سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحيننا إليك ثم لا تجر لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فطله كان عليك كبيرا قل إن اجتمع في الإنس والجن وعلى أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبأ أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعمل فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعلت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولم نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعبابه خبيرا بصيرا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجل لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبطما وصما مأواهم جهنم كلما خبت فسدناهم سعيرا ذلك جزاء لهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَيْذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءِ وَالْقِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَذْ ظَالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَطُورًا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينها فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لهم فرعون إني لأغنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنس لها مؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك قال لقد علمت ما أنس لها مؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأغنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه وعلى الناس على مكفئ ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سجدا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا